السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير بإذن الله اليوم سنكمل عن فصل الكثير درس جديد وهو مقارنة الكثير وترتيبها للصف الثالث الابتدائي من مادة الرياضيات هل أنتم مستعدون؟ يا بنا فكرة الدرس أن أقارن بين الكثير وأرتبها ولاحظوا الآن نأخذ المثال إذن عندي هنا مثال تقرأ فاطمة وعائشة الكتاب نفسه فإذا قرأت فاطمة خمسة من ثمانية خمسة أثمان الكتاب بينما قرأت عائشة ثلاثة أثمان الكتاب فأيتهما قرأت أكثر للآن للإجابة على هذا السؤال نستخدم الخطوات أولا أكتب الكسر أكتب الكسر فاطمة هي قرأت خمسة من ثمانية وأمثله هكذا عائشة قرأت ثلاثة من ثمانية وأمثله هكذا الخطوة الثانية لكي أقارن بين كسرين أستعمل نماذج الكسر أو أرسم صورة إذن الآن أريد أن أرسم صورة عن طريق الرسم أنظروا معي الآن عنده هنا اللي بالأعلى ما قرأته فاطمة أولا نرسم الكسر عبارة عن أجزاء متطابقة تكون نفس الأجزاء إذن هي نفس الأجزاء عنده هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ساعة ثمانية أجزاء متطابقة أيضا فاطمة ثمانة أجزاء متطابقة الآن أريد أن ألاحظ وأكتب وأظلل كم قرأت كل من الفاطمة وعائشة نأتي إلى فاطمة كم قرأت فاطمة من الكتاب هي عبارة عن ثمانية أجزاء متطابقة قرأت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أجزاء من ثمانية إذن هي خمسة من ثمانية فأظلل خمسة أقسام أظلل خمسة أجزاء الآن نأتي إلى عائشة كم قرأت عائشة من الكتاب ثلاثة أجزاء من الكتاب وهي ثلاثة من ثمانية ثلاثة من ثمانية فأظلل ثلاثة الآن لاحظوا معي بالصورة أيهما مضلل أكثر الفوق أم الأسفل الذي قرأته عائشة اللي هي بالأسفل وفاطمة بالفوق فاطمة فوق من قرأت أكثر انظروا أيهما مضلل أكثر اللي في الأعلى ألاحظ أن خمسة من ثمانية أكبر من ثلاثة من ثمانية إذن أكتب هكذا أكتبه هكذا أقول خمسة من ثمانية أكبر من ثلاثة من ثمانية وضع إشارة الأكبر وهي الفتحة تكون على الأكبر تكون على الكسر الأكبر أو إني أقول ثلاثة من ثمانية أصغر من خمسة من ثمانية إذن من الذي قرأت أكثر؟ تكون فاطمة إذن هي فاطمة هي التي قرأت أكثر إذن فاطمة قرأت أكثر من عائشة الآن نأخذ أيضا مثال آخر مقارنة الكسور عندنا مثال رقم اثنان لاحظوا معي أكل خالد ربع فطيرته وأكل سعد خمسة أثمان من الفطيرة وأكل علي ثلاثة أثمان من فطيرته من الحجم نفسه إذن لاحظوا عندي نفس الحجم نفس حجم الفطيرة لكن خالد أكل ربع وسعد أكل خمسة أثمان وعلي أكل ثلاثة أثمان فأيهما أكل أقل كمية؟ أولا ما هي الخطة الذي أفعلها؟ بعملية الرسم أحسنتم إذن أرسم الكسور إذن أمثل الكسور وأرسمها انظروا معي الآن هي الفطيرة مقسمة نفس الحجم الفطيرة هي لاحظوا معي نفس الأجزاء المتطابقة هي نفس الحجم لكن ماذا فعلت هنا قسمتها ربع وهنا قسمتها ثلاثة من ثمانية وهنا قسمتها خمسة من ثمانية لاحظوا معي الآن أيهما أكل أقل؟ ما هي المنطقة المضللة الحجمها أقل؟ انظروا الآن عندي هنا الربع وثلاثة أثمان وخمسة أثمان أيهما مضلل أقل بهذه الصور؟ إذن الربع أحسنتم إذن أقول الربع أقل من ثلاثة أثمان وثلاثة أثمان أقل من خمسة أثمان إذن الترتيب يكون هكذا ربع أصغر من ثلاثة أثمان وثلاثة أثمان أصغر من خمسة أثمان نأتي الآن إلى التمارين كي نتأكد أقارن مستعملا أكبر أو أصغر أو يساوي لاحظوا معي رقم واحد عندي هنا نلاحظ عندي هنا أجزاء متطابقة لاحظوا معي هي نفس الحجم نفس الحجم الآن أيهما أصغر أو أكبر أو يساوي انظروا معي لها عندي أولا أريد أن أمثل الجزء الأعلى اللي هو أمثله بالكسر كم عندي جزء متطابق واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة أجزاء متطابقة إذن هي خمسة أجزاء متطابقة كم عندي جزء مضلل واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن الكسر هو أربعة من خمسة أربعة من خمسة نأتي إلى القسم الثاني كم عندي جزء متطابق واحد اثنان ثلاثة أربعة أيضا خمسة أجزاء كم عندي جزء مضلل واحد اثنان ثلاثة إذن أيهما أكبر الجزء المضلل الذي بالأعلى أم الأسفل انظروا أيهما تمت الضلل له أكثر انظروا هنا ضللت أربعة أجزاء خمس 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 هنا ضللت ثلاثة أجزاء أيهما أكبر أحسنتم إذن هي أربعة من خمسة أكبر من ثلاثة من خمسة رائعين نأتي إلى رقم اثنان هيا بنا عندي هنا أيضا كسران الكسر الأول عبارة عن هو أولا كي أقارل هنا لاحظوا أنهما متساويان في الشكل والحجم لكن هنا قسمة أقل وهنا قسمة أكثر إذن هنا اختلف التقسيم لكن الحجم والشكل متساوية لاحظوا معي الآن هنا الكسر الأول مثلوا لي مثلوا الكسر الأول أقول كم عندي جزء متطابق بهذا الشكل واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أقول ثلاثة من أربعة ثلاثة من أربعة الآن نأتي إلى الكسر الثاني أقول كم عندي جزء متطابق نعده سويا نبدأ من اللون الأبيض أقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن ثمانية أجزاء متطابقة كم عندي جزء تم تضليله هيا أحسنتم سبعة سبعة أجزاء مضللة باللون الأخضر طيب أيهما أصغر أقول ثلاثة أرباع أصغر من سبعة من ثمانية إذن كسر ثلاثة أرباع أصغر من سبعة من ثمانية اللي هو الكسر سبعة من ثمانية رائعين نأخذ رقم ثلاث استعمل لماذج الكسر لأرتب ما يأتي تصاعديا أولا ما معنا تصاعديا هيا يا صف الثالث نعم أحسنتم هو ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر أحسنتم التصاعدي هو أن أرتبه من الأصغر إلى الأكبر الآن انظروا معي الآن أقول نصف اثنان من ثمانية ثلاثة أربع الآن كي أقارن وأرتب ماذا نفعل الخطوة الأولى أن أقوم برسم الكسر إذن هو أقوم بتمثيل الكسر هيا يا بنا طبعا احنا اتفقنا على شيء أنها تكون نفس الشكل نفس الشكل ونفس الحجم الآن التقسيم يختلف عندي الكسور أقول نبدأها من الأعلى أقول ثلاثة أربع ثلاثة أربع أولا لاحظوا معي الآن عندي هنا الشكل هو متساوي كم عندي قسم من الأجزاء المتطابقة في اللون هو أزرق واحد اثنان ثلاثة أربع إذن هنا قسمناه إلى أربعة أقسام كم عندي جزء مضلل واحد اثنان ثلاثة إذن هي ثلاثة من أربع اللي هي ثلاثة أربع نأتي إلى رقام اثنان أقول نصف هنا الشكل نفسه لكن قسمناه إلى نصفان إذن ولونناه باللون الأحمر إذن مثلنا أو الأول فوق ثلاثة أربع ثم النص اللي هي باللون الأحمر الآن عندي يقول الكسر الثالث هو اثنان من ثمانية اثنان من ثمانية إذن أريد أن أقسم الأجزاء أولا إلى ثمانية أقسام ثم ألون جزئين نتأكد نعدها سويا لونها أصفر واحد اثنان ثلاث أربع خمسة ستة سبع إذن هنا قسمناها إلى ثمانية أقسام وظللنا اثنان باللون الأصفر إذن أقول اثنان من ثمانية الآن لاحظوا معي أيهما أصغر أنا أريد أردت التصاعد إذن من الأصغر أكبر أكبر أيهما أصغر أيهما منطقتهم وظلل أقل إنها اثنان من ثمانية أحسنتم ثم الناس رائعين ثم ثلاثة وأربع رائعين جدا ممتازين الآن أتدرب وأحل المسائل أقارن أيضا مستعملا أكبر أو أصغر أو يساوي نأخذ أيضا مثال آخر هيا بنا رقم خمسة أو تدريبات هيا عفوا يا عندي الآن نفس الشكل هو نفس الشكل الآن أريد أنه بس هي أغير تقسيمه عندي الآن الكسر الأول عبارة عن ثلث كيف عرفنا أنه ثلث هيا لماذا؟ لأنه أحسنتم مقسم إلى ثلاثة أجزاء متطابقة وعندنا تم تضليل جزء واحد جزء واحد من ثلاث جزء واحد من ثلاث إذن أقول ثلث الآن الجزء الثاني هو ثلثان يريد أن نضلل ثلثان كيف عرفنا أنه ثلثان؟ لأنه مقسم أولا إلى ثلاثة أجزاء متطابقة ثم تم تلوين جزئين ثم تم تلوين جزئين أقول ثلثان ثلثان إذن الآن أيهما أكبر أو أصغر؟ انظروا التضليل من مضلل أكبر ومن مضلل أصغر؟ بالشكل أحسنتم إذن أقول ثلث أصغر من ثلثان ثلث أصغر من ثلثان ممتاز الآن نأتي إلى رقم ستة أيضا انظروا إلى هذا الكسران مثلوا ليلي يلا كم عنا جزء متطابق؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن عشرة أجزاء متطابقة الآن الكسر الذي بالأعلى كم عنا جزء مضلل باللون البنفسجي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن هو أقول مثلوا الكسر ماذا أقول؟ ستة من عشرة ستة من عشرة أحسنتم الآن الكسر الثاني كم عندي هنا مضلل باللون البنفسجي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أقول أربعة من عشرة أربعة من عشرة لماذا قلت من عشرة؟ أحسنتم لأن عندي الأجزاء قسمت إلى عشرة أجزاء متطابقة إذن لأنها قسمت إلى عشرة أجزاء متطابقة الآن أيهما أكبر أو أصغر؟ انظروا جيدا أقول ستة من عشرة هل هي أكبر أم أصغر؟ هل هي مضللة تضليل؟ انظر إلى التضليل هل هو أكبر أم أصغر؟ إنه أكبر أحسنتم إذن أقول ستة من عشرة أكبر من أربعة من عشرة نأتي إلى رقم أو أستعمل لماذج الكسر لأرتب الآن نريد أن نرتب تصاعدين نريد أن نرتب تصاعدين وهو من الأصغر إلى الأكبر هيا بنا اللي هو رقم سبعة عندي الكسر أربعة من ثمانية سبعة من ثمانية واحد من ثمانية اللي هو أقول عنه ثمن ثمن أربعة وأثمان سبعة من ثمانية وثمن الآن أولا كي أقارن أو أرتب ماذا أفعل نقوم برسم النموذج هيا بنا تم الآن رسم النموذج أولا أعمل شكل متساوي ثم أبدأ بالتقسيم الكسر لون الأصفر ماذا يمثل أي كسر هيا بنا إنه ثمن إنه الثمن أحسنتم لماذا لأن هنا لاحظوا معي قسمناها إلى ثمانية أقسام ثمانية أجزاء واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لاحظوا معي إذن قسمناها الشكل هنا كل جزء قسمناه إلى ثمانية أجزاء متطابقة ظللنا واحد إذن ثمن ثمن نأتي إلى اللونه أخضر ما هو الكسر الذي لونه أخضر ماذا يمثل أي كسر انظروا معي هو كم عندنا مظل اللونه أخضر واحد اثنان ثلاث أربعة واحد اثنان ثلاث أربعة إذن أقول أربعة من ثمانية الآن اللونه أحمر اللونه أحمر من هو اللونه أحمر؟ أي يدل على أي كسر؟ لاحظوا معي كم عندنا هنا واحدة مظللة باللون الأحمر واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة إذن هي سبعة أجزاء من ثمانية أحسنتم من ثمانية الآن أرتبها التصاعدين لاحظوا معي هنا على طريقة الرسم أيهما مظل الأصغر؟ إنه الثمن رائعين ثم يليه أربعة أثمان ثم يليه سبعة أثمان ممتاز رقم ثمانية عندي أيضا كثور ستة من اثناعش ثلث واثنان من ثلاثة اللي هي ثلثان تسميها ستة من اثناعش ثلث وثلثان أولا ماذا نفعل؟ نرسمها ونطبقها هيا بنا لاحظوا معي الآن هنا نفس الشكل لكن الآن أريد أن أقسمه حسب كل كسر الآن اللون هو أحمر اللي بالأعلى ماذا يدل؟ على أي كسر؟ لاحظوا معي الآن عندي هنا قسمت إلى ثلاثة أقسام الأجزاء المتطابقة للونه أحمر وظل إلى واحد أحمر إذن هو أقول عنه ثل أقول ثل طيب عندي اللي لونه هنا بنفسجي كم عندي جزء متطابق أولا؟ واحد، اثنان، ثلاثة كم عندي مضلل بالبنفسجي؟ اثنان إذن أقول ثل ثان أقول ثل ثان أحسنتم إذن نأتي إلى الذي لونه أخضر مضلل كم عندي جزء؟ قسمنا الشكل إلى اثنان عشر جزء متطابق كم عندي ظللت لونه أخضر؟ إنه ستة إنه ستة إذن نعدها سويا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة أحسنتم من سبعة، ثمانية، تسع عشر، أحداش، اثنان عشر جزء متطابق إذن هكذا تم تمثيل الكثور أحسنتم، الأنهر الأنهر أرتبها أيهما أصغر؟ إنه ثلث، رائعين، ثم ثم ستة على معشر، أحسنتم هي ستة على اطنعش لماذا؟ لأنه شوف التقسيم لاحظوا ما إذن هي قسمت إلى أصغر أحسنتم، ثم اثنان على ثلاثة، اللي هي ثلثة إذن هكذا يكون الترتيب رقم تسعة هيا بنا، ثلاثة، أربع، نصف، وثلث طريقة قلنا نرسم النموذج ونقسمه انظروا معي الآن ثلث، اللونه أحمر بالأعلى قسمناه، تعبرنا عنه الثلث إذن هنا الآن ظللنا لون أحمر، إذن أقول ثلث ناثيل البنفسجي هو عبارة عن ثلاثة أربع إذن قسم الشكل إلى أربعة أجزاء متطابقة ثم ظللنا ثلاثة، إذن أقول ثلاثة أربع أما النصف فقسمنا الشكل إلى نصفاً وظللنا جزء واحد إذن أقول ثلث وثلاثة أربع ثم نصف الآن أريد أن أرتب أيهما أصغر ما رأيكم؟ إنه الثلث أحسنتم ثم النصف، ثم ماذا؟ ثلاثة أربع رائعين، إذن هكذا يكون الترتيب التصاعدي هنا نكون قد أنهينا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح وهكذا نكون قد أتممنا المادة وختمنا المادة هناك تمارين، مراجعة أتمنى إنجازها للتأكيد الفهم وأتمنى لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر